اشتركوا في القناة رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 28 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه من الآن لغاية ساعات العصر موجود في برج الميزان فهاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة ننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما وإعادة تزيين البيت أو المكتب وقتنا حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة اللي اليوم رح تأثيراتها مستمرة ونذكرها كل يوم إحنا لحديث ما تنتهي وعنا برضو اليوم حدثين أول إشي عنا خلو مسار والحدث الثاني والمهم هو انتقال الشمس من برج الحوت لبرج الحمل وهذا يعني بداية فصل الربيع بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية ما بين الزهرة وما بين أورانوس وهاي زي ما حكينا تأثيراتها لغاية يوم واحد وعشرين ثلاثة وبتنتهي طبعا معروف إنه هاي ضاغطة جدا على الأمور العاطفية فيتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتدل على إنها فترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية إلى الأسواق لإنها رح تلاقي نوع من أنواع الفشل أو عقبات غير متوقعة وربما إنها تتعرض للحضر كما إنه يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع بعض الحوادث أو التأخير أو الإضطرابات بتفسد أخلاق الناس بسبب الإنحلال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي في هاي الفترة كذلك هاي الفترة من الأفضل تجنب الاستثمارات لأنه خصوصا المضاربات المالية والأمور هاي لأنه هاي الفترة بتضغط على أمور العلاقة بالأسهم والبنوك والمؤسسات المالية لأنها ممكن تعرف نوع من أنواع التراجع المفاجئ في المداخيل أو ارتفاع بشكل عنيف جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي رح تبدأ تأثيراتها طبعا زي ما حكينا بدأت يوم 15-3 ولكن مستمر تأثيرها لغاية يوم 22-3 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وتحليلها بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين المشتري وتأثيراتها لغاية يوم 23-3 عند حدوث هذا الاتصال عادة من تشجع لممارسة نشاطات بتتضمن تحدي فكري كما أن هذه الفترة أو هذا الاتصال بيزيد من احتماليات السفر والاتصالات الكثيرة في حياتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانس وهي زاوية خطيرة جدا حكينا عنها وتأثيراتها لغاية يوم 25-3 طبعا في هذه زاوية تأثيرها علينا أنه بيكون لدينا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غربي الأطوار وعنيفين وبسبب شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من بعض التقلبات في المزاج أو القدرة الجنسية بين ضعف وعدم قدرة أما بالنسبة لدوليا فهي بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات وأحداث إلها علاقة برضو بسك الحديد في برضو هاي بدل على الزلازل والعواصف وتقلبات الجو وممكن يقع نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادي في هاي الفترة أو بتشهد برضو هاي الفترة نوع من أنواع المظاهرات وإضرابات في قطاع الصناعة والصحة وبتسبب برضو نوع من أنواع قمع للحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا عندنا زاوية وخلوم مسار وانتقال الشمس الزاوية اللي رح نحكي عنها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و39 دقيقة بعد الظهر يعني تاثراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 12 و39 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 43 و44 دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر لا برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار في أثناء خلو المسار رح يصير فيه عنا لهو الحدث اللي ذكرناه انتقال الشمس من الحوت للحمل وطبعا انتقالها رح يكون في فترة العصر وحلقة طبعا صارت موجودة على القناة نزلت اليوم فيها شرح كامل وتأثيراتها على جميع الأبراج بنصح الجميع أنه يحضرها لأنها هاي تعتبر توقعات شهر قادم كامل بالنسبة لجميع الأبراج أهم النقاط اللي رح يتركز عليها اللي هي الفترة القادمة زي ما حكينا أنه الشمس رح تنتقل يوم عشرين ثلاثة اللي هو اليوم في ساعات ما بعد العصر الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة بدها تنتقل لبرج الحمل ورح تمكث في برج الحمل حتى صباح يوم عشرين أربعة الساعة ثنتين واربعة وعشرين دقيقة صباحا طبعا وهو جمالا ليش أحنا ذكرنا أنه فصل الربيع عادة يوم عشرين ثلاثة هذا اليوم هو بداية الربيع دائما برج الحمل هو اللي بدل على الربيع ويوم عشرين ثلاثة دخول الشمس على الحمل يعني الربيع والاعتدال الربيعي يعني بتعادل في النهار والليل بصيروا نفس الحجم نفس الطول نفس المدة طول الليل نفس طول النهار وهي بتتكرر عادة مرتين مرة اللي هي في برج الحمل وعند دخول الشمس برضو لبرج الميزان يوم ثلاثة وعشرين تسعة بصير الاعتدال الخريفي اللي هو مرتين كل سنة بصير هذا الموضوع أما بالنسبة إلى الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة بعد العصر القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات العصر بتبدأ تأثيرات برج العقرب تأثر على جميع الأبراج فهاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة والنقد وحدة الأمور هاي وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في هاي الفترة بوسعنا شراء أو تجديد عقد له علاقة بأمور التأمين يعني عقد جديد أو بوليس التأمين أو تأمين صحة تأمين على السيارة هاي التأمينات كلها هاي الفترة ممتازلة إلها برضو ممتازلة قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة أفلام مغامرات أو اتخاذ قرارات حاسمة أو شراء بيت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن اللي هو موعد بثر حلقة لغاية ساعات العصر الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية من ساعات العصر بتصير الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانة وبرضو الجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا بلشت اللي هي مراحل الانحسار المحدد تحدث فقل الاكتمال فيوصى اليوم للي بده عندهم إجراء عمليات جراحية فهذا يوم مناسب لهذا الموضوع برضو هذا اليوم ما زالت الأجواء ضاغطة على الزهرة فعشان هي غير مناسب لعمليات التجميل الجراحية ولكن تنظيف بشرة حق خفيف ممكن هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل اليوم مناسب جدا حتى أعراض أو آثار أعتقد أنها رح تكون طعيفة بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود أو رح ينتقل لبرج العقرب خلوة المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم اثنان وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام الساعة أربعة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساءً ليستقر القمر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر زي ما حكينا انحصار المحدب عمره ثمنتعشر يوم في تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساءً بصير تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت بدأ تنتقل للحمل حتى ورح تستقر في الحمل ليوم عشرين أربعة منتحس اليوم بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الميزان وبدأ ينتقل للعقرب ورح يمكث في العقرب لغاية يوم اثنين وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسين في المية الآن ولكن مع ساعات يعني العصر تقريبا اللي هو الانتقل للعقرب بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم سبع وشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة ما زالت منتحسة بنسبة تسعين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حذروا من الخلافات حولوا انكم ما ضخموا الأمور اليوم بتبدو شوي هيك عندكوا الإحساس أو مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما فعشان هيك بتكون تحاضروا من إثارة العدوات والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب في نوع من أنواع العصبية وممكن تثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك طبعا هذا الأمر لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم إشي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكن تنتبهوا لصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاذروا الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ما تأجلوا ولا تماطلوا في عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية حاولوا إنكم تقوموا بمهماتكم بشكل كامل في ساعات يعني العصر تقريبا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم يعني ممكن هيك تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة على المستوى الشراكي المالية والعاطفية فعشان هيك بتكن تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم اليوم قوي والعرقيل بتستفزك برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتفاهم معهم طبعا تأثير القمر إيجابي عليك بتشعر بالأمان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياش اليوم انت جريء باستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي الفترة في ساعات العصر بيبدأ العمل بتراكم عندكم فبتكوا تنتبهوا لصحتكم وبتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل الصحية والمشاكل على المستوى العملي ومع زملائك ومع عارفك في العمل برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية فعشان هيك بدكوا تحاولوا ان تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معاكم أو اللي حواليكم اتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكوا من تأخير في المعاملات والالتزامات لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجوار رح تتغير تماما فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وترجع العلاقات لطبيعتها يعني نوع من أنواع المصالحات ممكن تنال ما بترغب اليوم وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة بالفترة الماضية أو كانت مستحيلة تعتبر هاي فترة إيجابية لازم تستغلها برج الأسد ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والنقاشات ولكن بدك تتكلم بهدوء ووضوح لتفادي أي التباس محتمل هاي الفترة ممتازة جداً وبتعدك بامتحانات ناجحة أو مفاوضات جريئة ومثمرة طبعاً الأجواء بتظلها جيدة وداعمة لإلك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهمش أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك خلال هذا اليوم لأن الوضع ما بناسبك وهذه فترة مناسبة للاستثمارات أو مناقشة بعض الأمور برج العذراء بتعيدوا اليوم ضبط ميزانيتكم وممكن يحتاج أحد أحباكم لدعم مالي أو معنوي فعشان هيك بتقدر اليوم تنظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفوتير الصغيرة أو الالتزامات وبرضو بتكت حذروا من المصاريف اللي ما إلها داعي ممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية اليوم طبعا لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء بتتغير تماما فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكلكم وبتكون مقدام وبتنطلق يعني من جديد بكثير من المجالات وممكن تصحح كثير من الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وممكن تحضر لتغيير نمط أو أسلوب للأيام القادمة بتبدو متفائل وسعيد لغاية ساعات العصر الأجواء بتتغير باتجاه الأمور المالية فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم وحاول إنك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زالت الأجواء بما أن القمر لسه ما وصلكم لساعات العصر لا يوصلكم فبدك تظلوا من تبهين أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب فعشان هيك بدك تكون حذر وحكيم حاذر الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة ضاغطة يعني ما زالت الأجواء ضاغطة وتعتبر فترة صعبة بيطرأ تغيير الأفضل على صحتكم في ساعات ما يعني تقريبا العصر بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك الثقة بالنفس بتصير قوية وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تلقى لبالمعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس طبعا ما زالت الأجواء جيدة بالنسبة لأمور الأصدقاء واللقاءات وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فعشان هيك لازم تكون عند حسن الظن بك فبدك تجنب الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وتحاذر من الحوادث لأن القمر بيقترب من بيت متاعبك في ساعات العصر القمر خلص بكون انتقل لبرج العقرب له بيت متاعبك فبدك تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن اليوم تقوموا بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية اليوم وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعات العصر بتلتقوا الأصدقاء وممكن اليوم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق الأجواء جيدة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وبيطمئن بالك لأنه بتجد حليف بيدعم تصوراتك أهم إشي ما تستسلم بل كرر المحاولة برج الدلو بتنشغلوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وأطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل اليوم بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات العصر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن مقدم أفضل المستطاع الفترة هاي شوي داخل أنت على مرحلة فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج الحوت بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية ولكن بتكوا تحاضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان اليوم ممكن محتمل من الآن لغاية ساعات العصر أنك تواجه خصم شارس وتشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تصير أنت مدان امسك أعصابك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر لأجواء بتتغير تماما لصالحكم فبتنشغلوا في أمور العلاقة بسفر أو اتصالات بعيدة أو تعامل مع أجانب أو امتحانات وهذا يوم مناسب للعلم لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وخصوصا من ساعات العصر ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخوة تجربة جديدة أو لا موضوع بيتعلق بخارج البلاد أو سفر أو وثائق أو معاملات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة